اشتركوا في القناة إلا بالعلم وتحصيله قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة يكفي أهل العلم شرفا وفضيلة ونبلة أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته جل في علاه في أعظم مشهود به ألا وهو توحيده سبحانه قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ولد الملة سعود بن راشد بن مبارك الصقر رحمه الله في حي العبد الرزاق بمدينة الكويت عام 1320 للهجرة الموافق عام 1902 للميلاد والده هو راشد بن مبارك بن سعود الصقر وهو شخصية معروفة كان يسكن جهة الجنوب الغربي من مسجد الساير الشرقي في فريج الشاوي بحي القبلة وقد عرف بالطيبة والتسامح حتى لقب بأبو سماح أما في صفات وأخلاق الملة سعود بن راشد الصقر رحمه الله أنه عرف بين الناس بالتقي النقي الطاهر الورع كان هادئ الطبع حسن المعشر يحسن الظن بالناس محبوبا بينهم كريما محبا للعلم والعلماء مشجعا لطلبة العلم مكرما لهم غاية الإكرام وكانت له صداقات صادقة القصد وقد كان الملة سعود راشد الصقر رحمه الله كان ممن حملوا العلم وسلكوا طريقه منذ نعومة أظفاره ولم يتركه حتى قضى نحبه فكان يعمل من المهد إلى اللحد متعلما أو معلما والناظر المدقق في مسيرة حياته يلحظ بعين بصيرة أن تحصيل العلم كان دأبه وبذل العلم كان ديدنه وكأننا به رحمه الله ينشد مدى حياته ترنيمة المتعلمين المثابرين والمعلمين العاملين يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد فزت ورب اللوح والقلم بالنسبة للوالد المرحوم ملي سعود الصقر بداية حياته كان مهتمًا اهتمامًا كثيرًا في العلم وفي القراءة وتعلم لدى الكتاتيب والقراءة وقراءة القرآن والحساب وغيرها من العلم اللي كانت موجودة في ذلك الوقت ومن ثم انتقل إلى المدرسة المباركية ودرس فيها ودرس أيضًا فيها بعد ذلك في حياته التحق مع خاله فهد ناصر قيم لرحلة إلى القوس وكان في ذلك الوقت القوس مهنة أساسية للكثير من رجال الكويت يذهبون في سفن شرارية للقوس للحصول على اللؤلؤ فوفقه الله سبحانه وتعالى وحصل على لؤلؤة ثمينة استطاع من خلالها أن يكون حياته بشكل مريح فلتعلقه بالعلم والدراسة رأى أن يذهب إلى الأحساء في منطقة العجير ليتعلم على ثلّة من العلماء الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت في منطقة الأحساء وهناك وهناك تعلم على يد الشيخ أب العزيز صالح العلجي وغيرهم من العلماء الذين كانوا موجودين في تلك الفترة وبعدها رجع إلى الكويت ودرس في العديد من المدارس وكانت هذه المدارس في ذلك الوقت عبارة عن كتاتيب يدرسون فيها المشايخ والعلماء في بيوتهم الطلبة خلال فترة الصيف ف في بيته كان هناك عدد من الطلبة وأخص بالذكر مجموعة من رجال الكويت الذين تولوا مناصب عديدة سواء كانوا نوابا في مجلس الأمة أو وزراء أو حتى دكاترة في الجامعة وغيرها وأذكر منهم على سبيل المثال عيسى محمد المزيدي هذا كان كان نائبا في مجلس الأمة وأصبح فيما بعد وزيرا للمواصلات ووزيرا لوزارة النفط وآخر وآخرا صار عضوا في المجلس للبترون أيضا هناك عبد المطلب الكاظمي كان نائبا في المجلس الأمة وأصبح فيما بعد وزيرا للنفط وأيضا كان محمد القبندي هذا كان وكيلا مساعدا في وزارة الداخلية وغيرهم كثيرون وأيضا من بينهم من أبناء الأسرة الحاكمة في مدرسته التي كانت تسمى الكتاتيب بعد ذلك لحبه وشغفه للعلم كان يزور الكثير بنول العلماء سواء كان في دوابوهنهم أو في بيوتهم وأذكر منهم على سبيل المثال أحمد عطية الأثري الشيخ أحمد عطية الأثري وقاسم الشيخ قاسم حمادة وأيضا منهم الكثير من المشايخ في ذلك الوقت وولد حقيقة في وسط الكويت وهي الآن المنطقة التي تقع في بين شارع الكهرباء الذي يمتد من مجمع البنوك إلى نهاية قصر السيف هنا ولد المرحوم والدي الملة السعود وهذه المنطقة هي وسط الكويت تسمى وسط الكويت بين شرق والقبلة أيضا درس الوالد في مدرسة عبد العجيز العنجري وهذه تقع في منطقة القبلة كذلك أيضا درس في مدرسة زكريا الأنصاري وهذه المنطقة تقع في سوق بني دعيج اللي هو الآن العقارات المتحدة كذلك درس والدي لدى قاسم شيخ قاسم حمادة في مدرسته الخاصة ثم أيضا درس في السالمية حيث أنشأ مدرسة هناك في منطقة الدمنة كانت تسمى سابقا الدمنة وحاليا طبعا تسمى السالمية درس فيها هناك وأنا أيضا درجت في مدرسته اللي كانت في السالمية ثم أيضا الوالد درس في مدرسة الروضة التي تقع في منطقة القبلة وهو بيت لخلف النقيب درست فيها هناك وأنا أيضا درست في هذه المدرسة كذلك درست الوالد في مدرسة قتيبة وهذه مدرسة قتيبة تقع في منطقة المرقاب وأيضا أنا درست في هذه المدرسة في الفترة اللي كان الوالد يدرس فيها ثم أيضا درست في مدرسة السالمية الحكومية وأيضا أنا درست في هذه المنطقة وكان الوالد مهتم اهتماما كبيرا في التعليم إلى درجة أنه يعني شقوف بهذا العلم ينتقل من مكان إلى مكان ويلتقي في الكثير من العلماء سواء كان داخل الكويت أو خارج الكويت ويزور الكثير من العلماء الذين يرتادون الكويت في تلك الفترة بدعوة من بعض الأصحاب الدواوين فأيضا كان يلتقي فيهم أما بالنحية أيضا الوالد درس في المعهد الديني درس المكفوفين فكان المعهد الديني في تلك الفترة يدرس الطلبة الدين وما يتعلق بالعلوم الأخرى في المعهد الدين كانت هناك في فصل خاص للمكفوفين وكان الوالد أحد المبادرين الذين ساهموا في تدريس المكفوفين على ضوء ذلك أنشأت الحكومة مدرسة خاصة للمكفوفين خلافا لما كان موجود في المعهد الديني فصل واحد للمكفوفين أصبحت مدرسة كاملة أو معهد للمكفوفين أما بالنسبة للإمامة فهو كان إماما للمسد علي بن شملان الرومي الذي يقع في الجهة الشمالية من المرغاب وكذلك بعدها أصبح إماما لمسجد العبد الرزاق الموجود الآن حاليا في وسط الكويت الذي هو في دروازة الرزاق الذي هو مقابل مجمع البنوك حاليا كان إماما له وبعدها أصبح إماما لمسجد الذين الموجود في السالمية ولا يزال المسجد موجود كل هذه أنا كان الوالد يأخذني معه سواء كان في هذه المدارس أو كان في هذه المساجد فمن ما يتميز فيه الوالد أنه بعد صلاة العصر يجتمع مع عدد من المصلين ويعلمهم السير وكل ما يتعلق في الشؤون الدينية الوالد كان محبوبا لدى الكثيرين من الناس إلى درجة حتى أن عقود الزواج كان هو المأذون لكثير من الناس يحبون أن يكون مولا سعود هو الذي يعقل لهم هذه عقود الزواج لأنه أنا شخصيا وحتى أخي الكبير الله يرحم كان الوالد يتعامل معنا كأنه زميل لنا وليس والد رؤوف بنا دائما يعلمنا على الطريق الصحيح دائما يكلمنا بطريقة سهلة ولطيفة ما ما سبق أن ضربنا أو سمعنا كلاما غير سوي لذلك يمكن أخي الكبير الله يرحمه عبد العزيز كان يسمون زملاء الهادئ لأنه لما يكون متواجد مع زملاء كان هادئا لا يعني يثير أي تصرفات تسيء للآخرين فكان محبوبا يعني طلع على الوالد يعني بصراحة طلع على الوالد بطريقته وتصرفاته ومارساته وحتى علاقاته مع أهله ومع أولاده ومعه لا اليوم هم يحبون بالخير ويذكرونه لهذه الساعة مع أنه الرجل يعني توفى لكن محبوب بين أهله وبين زملائه وفي رسالته السامية ودوره التعليمي والديني فقد بدأ الملة سعود راشد الصقر رحلة تعليمه منذ صباه حيث تعلم قراءة القرآن الكريم والقراءة والكتابة والحساب في الكتاب ولما افتتحت المدرسة السامية المباركية عام ألف وتسعمائة وأحد عشر للميلاد التحق بها ولما اشتد عودة قصد مدينة العجير بالأحساء حيث درس مبادئ الفقه المالكي وعلوم العربية على يد ثلة من العلماء منهم الشيخ عبدالعزيز بن صالح لعلجي وبعد أن تلقى الملة سعود ما تيسر له من العلم على يدي الشيخ عبدالعزيز عاد إلى الكويت وكان الشيخ عبدالعزيز يزور الكويت من وقت لآخر فلم ينقطع الملة سعود راشد مبارك الصقر عن تلقي العلم على يديه في تلك الزيارات كما تتلمذ على يد الشيخ أحمد عطي الأثر والشيخ محمد اليماني وقد كان مقصد الملة سعود راشد الصقر مدى حياته العلم والتعليم بما هيأه الله له من دور المعلم وقد درس في عدد من المدارس منها مدرسة الملة عبدالعزيز العنجري في القبلة ومدرسة الشيخ زكري الأنصار في سكة العبد الرزاق وممن كانوا يشاركونه رسالة التعليم في هذه المدرسة الأخيرة الشيخ عطي الأثري والملة يوسف صالح العمر والملة محمد صالح الفارس والملة محمد صالح الفارس وإلى جانب التعليم في المدارس كان الملة سعود راشد الصقر إماما وخطيبا لكثير من مساجد الكويت في زمانه فقد كان إماما وخطيبا لمسجد السالمية القديم الدمن سابقا المسمى مسجد الأذينة ثم مسجد علي بن شملان الرومي في منطقة المرقاب ثم مسجد العبد الرزاق في الدروازة الذي ظل إماما وخطيبا له حتى وفاته رحمه الله وكما كان للملة سعود راشد مبارك الصقر دور بارز في التدريس والإمامة والخطابة كان له دور بارز أيضا في الوعظ والإرشاد وإلى جانب ذلك كله فقد كان بيت الملة سعود بن راشد الصقر مدرسة في العطلة الصيفية يتعلم فيها الصبيان القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة وكان يساعده في ذلك ابن خالته الملة جاسم النجم لرغيب والملة محمد الدوب وجعل من هذا البيت كتابا من كتاتيب الكويت المشهورة لقب بوسماح والذي لقب به والد الملة سعود الصقر بوسماح لقب أتى من طبيعة هذا الرجل وهو راشد مبارك سعود الصقر والد الشيخ ملة سعود نتيجة لما كان يمتاز به من صفة التسامح وحب الناس فكانت هذه الصفة مشتركة بين الاثنين إضافة إلى صفة التقوى والتسامح والطيبة والكرم إلا أن هناك فارغ بين الشخصية بين الأب والابن أن الابن كان شغوفا جدا في التعليم والدراسة لذلك على الرغم من وجود فرص عمل أخرى خلينا نقول كانت في السابق إلا أنه اختار وأصر على أن يكمل دراسته وتعليمه هذا الجانب كان جدا ظاهر في شخصية الشيخ ملة سعود الصقر سواء بعلاقاته مع شيوخه وتشجيعه لطلبته للاستمرار في العلم كان واضح في شخصيته على الرغم من الصعاب اللي كانت أمامه إلا أنه اختار أن يذهب إلى الإحساء ويتعلم ويتغرب وكان كذلك يؤمن باستمرارية التعليم اللي استمر فيها حتى بعد رجوع من الكويت وذلك عن طريق مخالطته ومشاركته مع الأساتذة والشيوخ داخل الكويت بدأ الملة سعود بالتدريس التقليدي البدائي في الكويت وهو الذي كان يعتمد على مفاهيم المدارس الخاصة والكتاتيب فقد درس في مجموعة من المدارس الخاصة داخل الكويت إضافة إلى أنه كان له مدرسة خاصة به وبعد فترة انضم إلى التعليم التقليدي أو الذي كان عن طريق دائرة المعارف ودرس في مدارس ذات نظم تعليمية أكثر وضوحا واللي منها كان المعهد الديني والمعهد الديني في ذلك الوقت كان ليس فقط للطلبة الاعتيادين كان في هناك كذلك قسم للمكفوفين وهذا كان جزء جدا مهم في شخصية وحياة الشيخ ملة سعود اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة وهذا إذا قدرنا نقول هذا جزء مما كنا نتكلم فيه الإنسانية وحب التعليم وكان ينظر كذلك أن العلم ليس فقط متخصص في المعرفة بقدر ما هو كذلك يجب أن يكون لدور في العمل الجزء الجزء الآخر في التعليم اهتمامه في التعليم الخاص كذلك خلال الفترات الصيفية للطلبة الصغار فكان يعمل داخل مدرسته أو كان يخلق داخل عفوا كان يخلق داخل البيت عنده مدرسة تقوم بتدريس الصبية خلال المرحلة الصيفية في هناك كذلك بعد اجتماعي لدور الملة سعود راشد الصقر وهو دوره في الوعظ ودوره في المناسبات الدينية كان الشيخ ملة سعود الصقر دور اجتماعي كبير تمثل بحرصه على مشاركة مجتمع في المناسبات بالذات المناسبات الدينية وكان يمتاز بالقوة في الخطابة والارتجال وكان يمتاز بإتقان للغة العربية واستخدام للغة حتى في تواصل اليومي مع المجتمع بالإضافة إلى ذلك كان عنده اهتمام أو كان عبارة عن مأذون شرعي لكثير من الأسر وكان يقبل عليه كون طيب المعشر وحسن الخلق فكان يطلب في كثير مناسبات كمأذون إن طموحات وتطلعات المل سعود راشد الصقر رحمه الله كانت أكبر من ذلك لحبه للعلم وتحققت أمنيته عندما ذهب للأحساء للدراسة على يد بعض العلماء لبضع سنوات ثم عاد إلى الكويت مسقط رأسه ليواصل العلم والتعلم على يد علماء أجلاء فأصبح بعدها معلماً وإماماً وخطيباً لعدد من مساجد الكويت وبعد رحلة عطاء حافلة توفي بعدها المل سعود راشد الصاجر رحمه الله في عام ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعين للهجرة عام ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين للميلاد بعد مرض ألزمه الفراش وقد أشار عليه الطبيب الانتقال إلى قريته الدمن السالمية حالياً للراحة والاستجمام فتوفي فيها ودفن بها رحمه الله فكان قدر الله أن تأتيه المنية ويوارى الثرى في الموطن الذي ارتضاه لحياته رحمه الله رحمة واسعة وحلقتنا اليوم عن عالم وعن فاضل وعن معلم وعم ربي في مدارس الكويت وعن إماماً وخطيباً في مساجدها وهو الملة سعود إبن راشد الصقر رحمه الله تعالى كان والده رحمه الله ممن شارك بحرب الصريف سنة ألف وتسعمائة وواحد للميلاد ووقعت له أحداث أثرت في نفسه وكان رحمه الله مما امتاز بمسامحة الناس وبالعفو والصفح وحسن الظن بالآخرين حتى نودي بأبي سماح أن يعرف بأبو سماح بهذا اللقب وهذا والده وهو راشد الصقر رحمه الله لم يكن عالماً وإنما كان محباً للعلم فولد ابنه وهو الملة السعود في سنة ألف وتسعمائة واثنان للميلاد في حي شرق ولم نشأ أرسله والده إلى التعلم على الكتاتيب فتعلم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب ثم في سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشر للميلاد أنشأت أول مدرسة نظامية في دولة الكويت وهي مدرسة المباركية فأرسله والده ليتعلم في هذه المدرسة فتعلم فيها مسك الدفاتر والقراءة والكتابة وقراءة القرآن والتفسير فلما اشتد ساعده وقوي سافر ورحل إلى طلب العلم إلى الأحساء إلى العقير من جهة البحرين وتعلم هناك على يد العالم الجليل وهو الشيخ عبد العزيز العلجي تعلم منه عبد العزيز بن صالح العلجي تعلم منه فقه المالكي ومبادئ الفقه وتعلم منه فنون اللغة العربية من النحو والصرف والبلاغة وكان دائما يثني على شيخه هذا وهذا يدل على وفائه لشيخه فلما رجع إلى الكويت ذهب إلى الحي القبلي وتعلم على يد الشيخ أحمد بن عطي الأثري ودرس عليه بل ودرس على شيخ الشيخ أحمد بن عطية وهو محمد اليماني رحمهم الله جميعا فدرس عليه الفقه ودرس عليه اللغة العربية وكان محبا للغة العربية حتى أنه لا يتحدث مع العامة إلا باللغة العربية ثم أصبح إماما وخطيبا في عدد من مساجد الكويت يخطب بالناس ويدرس الناس ويعلم الناس ومما امتاز به هذا الشيخ وهو مل سعود بن راشد الصقر أنه كان يخطب الخطب ارتجالا وهذا يدل على ضبطه وحفظه ومحبته للغة العربية ثم صار معلما ومدرسا في عدد من مدارس الكويت في حي قبلة وكذلك في المرقاب وكذلك في منطقة الدمنة وهي التي تسمى الآن بمنطقة السالمية ودرس عددا من الأجيال وممن درس الشيخ جابر العلي رحمه الله وكذلك الشيخ سالم العلي وعدد من الطلاب ومما امتاز به هذا المل السعود وهو تعليم المكفوفين والمعاقين بمدرسة النور الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكان يعلمهم ويدرسهم وكذلك كان يعلم الصغار في فترة الصيف في بيته وهو من أوائل من أنشأ بما يسمى الآن بالكورس الصيف فكان في عطلة الصيف يعلم الأبناء فالعلم لا ينقطع عنه معلما في المساجد ومعلما في المدارس وكان في آخر حياته مرضى وتعب هذا الشيخ ثم قال له الطبيب موصيا له بأن يجلس في فترة استجمام في منطقة الدمنة وهي السالمية فجلس في هذه المنطقة وكان يعلم الصغار في تلك المنطقة وممن كان لا يستطيع أن يلتحق بهذه المدرسة لقلة ذات اليد من المال فكان يعلم بالمجان في هذا المكان ثم في هذه السلسلة والحقبة الطويلة التي اختصرناها لكم من التعلم والتعليم لم تنسى الكويت فضله وأسمت وزارة التربية والتعليم مدرسة في منطقة العدان وهي مدرسة بنين ابتدائي على اسمه مدرسة المل سعود وكذلك وزارة الأوقاف أسمت على اسمه مسجدا في سعد العبدالله وهو مسجد المل سعود الصقر رحمه الله وفي سنة الف وتسعمائة واربع وخمسون توفي هذا الشيخ في منطقة الدمنة وهي السالمية ودوفنا هناك في هذه المنطقة هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر